إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أما بعد فأغم بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله يستطرد ذنبك رئيس أهد الحق الثقوفية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاء بالعائلونة والمستمعون الأعزاء أرحيكم ترحيم حالة ومهنكم تهنية مباركة ومحيكم بدحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعنا الكرام قمت أمامكم لأن ألوك كلمة نجيزة مهمة حول موضوع المسائل الأربع التي يجب على المسلم تعلمها أيها دقوة الأفادل اعلم رحمكم الله أنه يجب علينا تعلمها المسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام الأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الراجعة الصبر على الأذاب والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصلوا بالحك وتواصلوا بالصبر قال الشافح رحمه الله تعالى لو ما أمص الله حجدنا على غلقه إلا هذه السورة لكفته وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول على مليه والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله وستجبر لذنبه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أخيرا أقول لكم إن هذه المسائل الأربع التي يجب على المسلم تعلمها يا مهمة جدا في الحياة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي فعلينا أن نتعلمها ونحفظها جميعا في أسرع يقد ممكن والله عليه والتوفيق مع السلام السلام عليكم وارد الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر